قالت مصادر طبية فلسطينية أن 20 مواطناً يستشهدوا بينهم أطفال ونساء ووصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بمخيم جباليا وأعلنت مصادر طبية استشهاد 20 مواطناً وإصابة العشرات عقب قصف طائرات الاحتلال مربع سكنياً في محيط مدرسة الفخورة وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا ما أسفار عن استشهاد أكثر من 42 ألف وتسعبية وعشرين مواطناً وإصابة أكثر من 100 ألف وتمامية وثلاثة وثلاثين آخرين أغلبية من الأطفال والنساء